اشتركوا في القناة اتكرر اكثر من مرة من بعض المتابعين انه شو يعني منزل المنزل الاولى البيت الثاني او البيت الاول البيت الثاني البيت الثالث بدي اشرحلكوا بشكل مبسط لنفترض انه انت برجك الميزان فمنعتبر احنا الميزان او انت بتعتبر الميزان هذا بيتك الاول الان اي برج بعديك يعني العقرب بصير بيتك الثاني القوس بصير بيتك الثالث الجدي بيتك الرابع حتى تلف الدورة كاملة ونرجع لبيت متاعبك اللي هو البيت الاثناش اللي هو بكون العذراء وكل برج بنحسب على نفس الطريقة الثور منبلش من عند الثور البيت الاول وبعديه بصير ثاني ثالث رابع الجدي نفس الاشي يعني مش الامر صعب ومعقد ومنحسب احنا عادة البيت ايش الكواكب اللي بتكون موجودة فيه او ايش الزوايا اللي معمولة مع هذا البيت او مع هاي الزاوية او مع هذا البرج او ايش اللي بتتشكل الزوايا بين البيت هاد وبين الكواكب الثاني اللي موجودة مقابله او تربيعه او تزديسه منعرف قديش قوة الكواكب هاي اللي موجودة وين السعيد منها وين المنتحس منها قديش قوة الاتصال هذا الموجود منها من خلالها احنا منقدر نطلع بالتوقعات اللي احنا بنحكي لكم اياها يعني بالشرح بسيط بس بالعمل رح يطلع صعب طبعا ليش انا بذكر البيوت يعني ليش بقول البيتك الاول وبيتك الثاني وبيتك الثالث ليش ما بخش بالتوقعات على طول يعني طب ما انا بالطريقة هاي شرحت لكم كل بيت شو معناه وشرحت لكم ايش بيأثر البيت هات او ايش البيوت هاي بتأثر عليكم صار عندكم علم بانه البيوت هاي شو تأثيراتها لما تكون ايجابية شو يعني ولما تكون سلبية ايش يعني فانت تلقائيا بعد فترة لما ترسخ هاي المعلومة في راسك بتصير انت تعرف انه لما نيجي مثلا نقول انه اعتارد بتراجع في الحوت فانت على طول الخط مثلا لنفترض انك العذراء تلقائيا بتصير تعرف انه الحوت هذا بيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية بما انه بتراجع فيه معناته المشاكل اللي بده تصير معي او التعطيلات اللي بده تصير معي اكثر ايش بما انه هذا كوكبي بيأثر علي وبما انه في بيت الشراكة المالية والعاطفية معناته فيه ايش سلبي رح يصير معي في امور العلاقة بالشراكة او بالعاطفة بتصير هيك الامور با القمر وين موجود بتصير تحسب على نفس الموال بتصير الشمس وين موجود بتحسب على نفس الاشي يعني بطريقة مبسطة بتصير انت تعرف توقعاتك اليومية بدون ما انت ترجع لسعيد تسمع وشو بحكي لك انا بده اوصلكو لمرحلة او بده اوصل مجموعة منكو اللي عندها اهتمام بعلم الفلك او بتحب علم الفلك انها هي توصل لمرحلة انها هي تحلل الخارطة الفلكية بدون ما ترجع لأي فلكي ما سايق كلها يعني انا هذا عبارة عن برنامج غير اني انا بفيدكو فيه بالتوقعات اليومية انا قاعد بعلمكو ايش يعني خارطة فلكية وكيف انت تطلع بالتوقعات بدون ما انت ترجع لأي واحد ما في داعي انه حدا يستغلك وما في داعي انه في حدا يتجبر فيك ولا في داعي حدا انه يعني يجي هيك يتعزز عليك انه بدوش يرد عليك يعني الزلم كبير ومهم انت بتقدر تعمل هذه الامور لحالك وشوي شوي احنا رح ندخل في هاي الامور ورح يكون فيه سلسلة حلقات تعليمية ان شاء الله رح اعدلها انا بالفترة الجاي نشرح كل شيء يعني نمسك الكوكب هذا ايش تأثيراته مكانه لما بكون في الكواكب ايش في البيوت ايش بعمل لما يتواجد في الابراج ايش بعمل لما بتراجع شو بتأثيراته بعدين منيجي على البيوت ومنيجي على اتصالات البيوت يعني رح اشرح لكم انا كل شيء بالتفصيل الممل او بمعنى اخر تفصيل المفهم جدا انه انت تصير انت عبارة عن عالم فلك تقدر انت تشتغل في هذا المجال اذا انت حاب تشتغل فيه او تستخدمه انت كهواية لك برضو بتقدر تستخدمه مش الامر اللي رح يكون صعب او كارثي او انه لا ما بصير لازم انت ينزل عليك ملك وانت صغير وبعدين يحممك ويرش عليك كركم وكمون وفلفل اسود ويحمصك ويحمرك كيك فانت تصير ايش عندك روحانيات بعدين ايش يطلع عليك بوابة من السماء تفتح فينزل عليك شعاع فمش عارف ايش يصير فيك فيطلع لك اجنحها فتصير انت مش بشري وتصير مش هذا كله تحكي فاضي وما الو علاقة في هذا الموضوع هذا علم الرياضيات علم فيزياء ورياضيات بس اذا عرفت انت تحسبها وتطلع المستخرجات منها انت بتطلع احسن مني كمان خلينا ارو على توقعاتنا طبعا توقعاتنا لليوم الجمعة 21 اثنين اليوم القمر رح يكون في اغلب الاوقات موجود في الدلو في منزلة سعد الاخبية طبعا بعد ما ينتهي خلو المسار سعد الاخبية هو للحماية والضرر والضفر والعقد يعني عقد العقود ربط الامور الخطبة زواج اه امور من هاي النوعية يعني والضفر اللي هو الانتصار او انك انت تحصل على الشيء اللي انت بدك اياه اه الضرر انك انت يعني بدناش نحكي اه ايش هو الضرر ولكن انه ممكن ضر بين شخصين بانك انت اه تشبك ما بينهم او توشي ما بينهم وتخلي بينهم مشاكل اه يعني في ناس بتستخدموه بالشر فاحنا مش ضروري انه احنا نشرح ايش الحماية انه انت تحمي اشخاص او تحمي نفسك او تأمن نفسك او يتحصل نفسك من شيء معين وتكون امورك ممتازة تأثيرات القمر على كافة الابراج لما بكون القمر موجود في برج الدلو منشعر الان بحاجة ممتازة الى التغيير الروتين هو عدو في هذه الوضعية او في هذا البيت ما بنحبش الروتين بنحب نكسر قاعدة الروتين ونطلع بنكون ودودين اه بكثر عنا النشاط الاجتماعي بنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق اه منجرب اسلوب جديد في حياتنا بتصرف الناس حوالينا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او تجربة طعام جديد طبعا قصة الشعر ما بنصح فيها لانه القمر الان قاعد بيصغر يعني بوصل لمرحلة انه يتلاشى عن الهلال فعشان هيك زوايا كله هذا للي بكون عنده كثافة شعر او غزارة شعر او انبات شعر غير مرغوب فيه وبدو يشيله عشان يتأخر في الانبات بيقدر يقص بيقدر يستخدم هذا الاشي ولكن اللي عنده ضعف في شعره حاب انه يقوي لا بالفترة هاي بنحكيله ما تقص شعره بالنسبة لشراء اجهزة الكترونية وتلفزيونات احنا بنحكي تراجع عطارد بيأثر على هذا الاشي فبداك تتأكد من الجهاز بدك تفحصه مزبوط بدك تأخذ منه اللي هو التأمين على اساس انه هذا او انه وثيقة تصليح من نفس الشركة هاي على اساس انه اذا كان فيه اي عطل انت تصلحه او ترجعه تجربة طعام لا بتقدر تجرب اي طعام بالذكية ان شاء الله بتوكل منسف اه بالنسبة لالفترة هاي طبعا احنا معروف انه كمان يعني الحلقة هاي بتبلش وفيه خلوه مسار خلوه المسار بدأ اه ساعة ثنتين وثمانتعشر دقيقة عصرا بتوقيت يعني الساعة اربع وثمانتعشر دقيقة بتوقيت اه الاردن اه وراح يستمر هذا لغاية الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وهذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار اما بالنسبة للزاوية اللي حكينا عنها بالامس واليوم رح نحكي عنها هي زاوية تزديس ايجابية بين المشتري ونبتون رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش هي زاوية من الزوايا البطيئة جدا لها تأثير لها فترة كانت زاوية غير متصلة لان ذروتها بتصير اليوم وبعديها رح تستمر لمدة شهرين تقريبا او شهرين ونص وهي موجودة في لها تأثير هاي زاوية بمعنى هي ايجابية مناسبة للالهام والارباح المالية عن طريق توسط صديق او جمعية او توسط صديق او جمعية في هذه الفترة بتنتهي وضعية حرجة مقلقة كانت او مشكلة او اه شيء كنت خايف منه في الفترة هاي بتنتهي بطريقة مرتبة او بطريقة فجائية انت ما بتتوقعها وممكن اه بعض الاشخاص يقعوا في الحب والغرام من اول نظرة بالنسبة للقمر راح يكون موجود في برج الدلو ساعة سبعة واحد واربعين دقيقة بتوقيت جرينتش مساءا اه زاوية ربيع سلبية راح تكون تقريبا في ساعات الصباح هاي برضو من الزوايا السريعة اللي بتدوم تقريبا بحدود اتناشر ساعة زاوية التربيع السلبية هاي راح تكون بين القمر واورانوس راح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثة عشر دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحل استعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض بشكل سلبي اه او اشي مش اه يعني راح يكون مزعج اه اما بالنسبة للزاوية اللي بطيئة برضو اللي تأثيرها تقريبا بدون اه قرابة الاسبوعين اه هي زاوية تتليف ايجابية راح تكون بين المريخ واورانوس اه في تمام الساعة تسعة وتسعة دقائق اه قبل الظهر بتوقيت كرينيتش منكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا طبعا حكينا انه القمر موجود في برج الدلو قلوه المسار القادم راح يكون يوم اثنين وعشرين اثنين اه في تمام الساعة اربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت كرينيتش ورح يستمر لثاني يوم اه ساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة اه صباحا بتوقيت جرينيتش يعني اكثر من يعني اكثر من ستة وعشرين ساعة بعدها بانتقل القمر للحوت عمر القمر القمر انحصار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة صباحا بصير عمر القمر ثمانية وعشرين يوم نسبة الاضاءة عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتنقلاتها خلال الفترة القادمة وخلال هذا النهار الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة طبعها سعيد القمر في الدلو حتى ثلاثة وعشرين اثنين المزاجه منتحس اما بالنسبة الاعطارد في الحوت اللي بيتراجع لغاية يوم اربع ثلاث وبعدين بنتقل للدلو اه مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة مزاجه سعيد المريق في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة لمزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عاش خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع اه في نفس برج الجدي مزاجه سعيد. زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثي مزاجه سعيد. اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الثور مزاجه سعيد. نبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد. بلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين اربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد. وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم من يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة متنوعة نظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف خارطة الفلكية إيش بتحكي لك طبعا بالنسبة للخارطة الفلكية أنا اللي شايفه أنه البيت الأول عندك ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي يعني أنت على طبيعتك اللي على حسب تكوينك يعني إذا كنت أنت من الناس المريحين فاليوم أنت مرح إذا كنت من الناس النكدين فأنت اليوم نكد أو حاسس أنه ما عندك نفسية عندك روح من التشاؤم إذا أنت من المتشائمين أو بيقدر تدعم حالك بطاقة وتتجاوز المرحلة هاي وتحسن في شخصيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فبرضو أنا شايفه خالي ما فيه أي أمور إلها علاقة بالدعم المالي أو فرص للدعم المالي أو للهداية بالعكس الأمور مستقرة روتين عادي طبيعي موجود على حسب الوضع الاجتماعي تبعك أو حسب وضعك المالي بتتحكم فيك هاي المرحلة أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنت اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاطات والامتحانات ممكن أنه أي وحد من هذول تكون هي المسيطرة عليك وممكن الثلاثي هذول يكونوا مسيطرين عليك أو يكونوا عندك وأنت بدك تحقق فيهم إنجازات الحظ رح يدعمك فيهم بشكل إيجابي بالنسبة لتنقلاتك رح تكون مثمرة إذا كان عندك نقاشات فأنت اليوم عندك سرعة بالإقناع عالي جدا وإذا عندك امتحان فأنت اليوم مخك مفتح وجاهز لعملية الجواب على أي سؤال علاقتك بالنسبة لأخوتك ممتازة جدا ما في أي خلافات بالعكس أنت اليوم أنت المرشد وأنت المصلح وأنت اللي بتقدر تتحكم في كل الأمور اللي علاقة إلها علاقة بالإخوة أو إلها علاقة بالجيران أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو بتدعم علاقتك البيتية في عندك كثير من الأمور البيتية شاغل فكرك ممكن إصلاحات أو مصالحات أو علاقة مع الأبناء أو إلها علاقة مع الوالدين أو اجتماعات عائلية لمناقشة مسألة معينة أو شراء نواقص أو أثاث أو شيء إلو علاقة بالبيت يعني بتركز كل الأمور بتتركز على البيت بشكل مباشر أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور العاطفية عندك جياشة شوي حابب أنك أنت تطلع وتتحرك باتجاهات كثيرة عندك حب للمرح والفرح والنزوات لأمورك العاطفية جياشة ممكن يكون عندك نوع من الاتصال العاطفي أو لقاء عاطفي أو بداية علاقة عاطفية بداية يعني أنها تتنشط بشكل أكبر وأنها ينتج عنها بعض الأمور الإيجابية ولكن بدك تنتبه أنه ما في حظ بدعمك في بيت السمعة ولا في بيت المجازفات فعشان هيكي بدك تدير بالك أنه ما تتهور وتجازف بشيء ممكن أنه يسبب لك مشاكل في الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف إذا أنت حاب تقدم لوظيفة معينة فاليوم مناسب جدا تقدر تقدم أنت طلبات للتوظيف أو تعمل مقابلة وتنجح فيها إذا عندك أعمال اليوم تقدر تنجزها على أكمل وجه وضعك الصحي إيجابي جدا ما في أي خوف ولا أي مخاطر أما بالنسبة لبيت الشراكي عندك بيتك السابع فأنا شايفه خالي من أي تأثيرات ما في أي تأثيرات لا سلبية ولا إيجابية على بيتك الشراكي المالية والعاطفية فهو باعتمد على وضعك الاجتماعي بيتك الثامن البيت المواريث البيت اللي بتعلق بأي شيء العلاقة بالموروث أو بالفلسفي أو بالدراس الفلسفية أو بالغيبيات برضو فارغ ما في أي شيء بيدعمك لا حد ولا بعرضك سلبية بيتك التاسع نفس الشيء يعني ما في أي سلبية بتأثر عليك بالنسبة لامتحاناتك الجامعية أو اتصالاتك أو تنقلاتك الخارجية أو اتصالاتك مع الدول الأجنبية أو السفر ما في أي شيء لا بعرضك ولا إيجابي معك بالنسبة لبيتك العاشر مع العمل مع المؤسسات الكبيرة وبيت الأماني والسمعة فارغ تماما برضو لا في حظ بدعمك ولا في سلبية بتأثر عليك يعني على حسب أنت نشاطاتك هي اللي بتكون موجودة بالنسبة لبيتك 11 شايفه فيه نوع من أنواع الحضوض نوع من العلاقات الاجتماعية أو الدعوات أو العلاقات الصداقة أو دعم أصدقاء أو أنت تدعم صديق لا إلك أو حتى ممكن صديق إلك يرجع يتفقدك ويتصل فيك تستشيره بمسألة معينة فيساعدك فيها بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الطاقة عالية جدا هذا اليوم حاول أنك تستغلها شخصيتك أحسن نفسيتك أحسن صحتك أحسن قادر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار حتى لو أنت قاعد في البيت ممكن على التليفون أنت تحل كثير من المشاكل أو عن طريق الاتصالات بتحل كثير من الأمور عندك نشاط حلو جدا حاول تستغل هذا النهار بإيجابياته وتحاول أنك تحمي حالك من بعض السلبيات برج الثور يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في إثبات جدارته للمسؤولين ويحافظ على إنجازاته القائمة لا تشوه سمعتك الظروف ضاغطة ممكن أنها تحمل لك بعض الفرص من عمل مهم كون متنبه لكل شيء ما تترك الطيش والسهو أنهم يتسببوا بأخطاء لا تغتفر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية عايش بتركز اليوم بالنسبة لبيت الشخصية عندك اليوم على طبيعتك ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي بأثر عليك بالعكس هي شخصيتك الطبيعية هي اللي راح تكون مسيطر عليك خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك الثاني عندك كثير من الفرص خلال هذا النهار للأمور المالية من عمل إضافي أو نوع من الدعم أو المساعدات ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف اللي غير مائلها لازمي حاول أنك أنت تسعى في مساعي لتطوير الوضع المالي فالأمر راح يكون حليفك ودعم لا إلك أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من الاتصالات والتحركات والنشاط خلال هذا النهار ممكن كثير من الاجتماعات أو اللقاءات ممكن نقاشات وانت تكون مسيطر فيها انت صاحب القرار فيها استغل هذا النهار لأنه في إيجابية اللي عنده امتحان اليوم بنجز إنجاز حلو اللي عنده سفريات قصيرة برضو الأمور آمنة ما في أي مخاطر حاول أنه انت إذا تعاملت مع الإخوة أنك انت تكون الناصح تكون الرجل الرشيد أو شخص الرشيد اللي بتقدر انت تنصح بالمكان المناسب والوقت المناسب إذا كان الموضوع بالنسبة لأبيتك الرابع إلو علاقة بالأهل فاليوم كثير من اللقاءات العائلية ممكن لحل مشكلة أو نقاش في موضوع معين تحاولوا أنك وانتوا تصلوا لحل إلو ويكون رأيك هو السديد في المكان هذا حاول أنك انت تتعامل بلطف وود بدون عصبية ممكن اليوم يكون عندك بعض الاهتمامات بالنسبة للمنزل أو الترحال أو شراء منزل جديد أو تفكر بأنك تنتقل من مكان لآخر كانتقال سكني وممكن اللي مسافرين يفكروا بأنهم يرجعوا على أرض وطنهم أو على بيتهم اللي هم ينشأوا فيه إيه علاقتهم مع والدينهم بتكون الفترة هاي في أوجهة في أمور التواصل قوية جدا ما بينهم وممكن حلول لبعض الأمور أما بالنسبة لبيتهم الخامس فالأمور العاطفية خلال ساعات النهار بتكون يعني فيها دعم حظوظ خفيف ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير قوية جدا بيصير عندهم رغبة للخروج أو للتنزه أو للمرح أو للفرح أو للمغامرة أو لا حتى للرهان يعني زي اثنين بتحدوا بعض تقولوا تراهن أني بقدر أعمل هذا الشيء فاليوم أنت عنده قدرة على إنجاز هذه الأمور وإثبات التحديات أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور بالنسبة للعمل جيدة جدا إذا حابت تقدم لوظيفة أو لشيء اليوم ممتاز تقدر تقدم وأنت مطمئن إذا عندك مناقشة أو مقابلة الحظ حليفك في هذا الأمر بالنسبة لوضعك الصحي إيجابي ما فيه أي شيء يأثر عليك سلبيا حاول تستغل هذا النهار بكل إيجابياته أما بالنسبة لبيتك السابع والثامن والتاسع والعاشر فهو خالي من أي تأثيرات ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك هو طبيعتك بالنسبة للشراك المالية والعاطفية فارغ بالنسبة لأمور المواريث فارغة والغيبيات بالنسبة لبيتك التاسع الامتحانات ما تعتمد على الحظ اعتمد على جهدك على السفر اعتمد على جهدك وعلى وقتك وتنظيمك للأمور ما فيه نحس بيأثر عليك بالنسبة لبيتك العاشر في علاقاتك مع الشركات الكبيرة والأماني أمورك مستقرة بتقدر تنفذ الأعمال الموكلة لإلك بكل جذارة ما فيه حظ بدعمك وما فيه شيء برضو يضغطك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من اللقاءات مع الأصدقاء أو دعوة اجتماعية أو لقاء مع علاقات عامة ممكن أنت تطلب المساعدة أو النصح من أحد المقربين إلك من الأصدقاء يساعدك في مشكلة معينة أو في مشكلة معينة وممكن أنه حتى فيه شيء أنت مقدم عليه حاب تستشير فيه فاليوم هذا مناسب جدا لكل الأمور اللي إحنا ذكرناها خصوصا لقاءات الأصدقاء والدعوات أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه بدعم صحتك بعطيك نوع من أنواع النشاط وقدرتك على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بدون أي تهاون أو بدون أي ملل أو كلل بالعكس الأمور بالنسبة لطاقتك مشحونة بطاقة إيجابية بتقدر اليوم تستغل الإيجابيات وتمشي أمورك مرج الجوزاء بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعك واجتياز امتحان ممكن تقرر بالسفر أو ممكن يكون في عندك سفر أو توقع على عقد أو تروج لموهبة أو إلى اهتمامك كون جريء لا ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة انفراج كبير هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول في عندك اليوم طاقة للتغيير أو للتحسين أو للنشاط مزاجك اليوم أحسن برضو لسه في نوع من أنواع الإيجابية بتدعم شخصيتك ونفسيتك بالنسبة لبيتك الثاني أمورك المالية يعني يدر أن تسيطر عليها ممكن اليوم تتجه باتجاه العمل الإضافي أو أي أعمال تجيب من خلالها مال فبرضو في إيجابية دعمتك ممكن تجيك هدية أو يجيك نوع من أنواع الهبات خلال هذا النهار أهم مش أنك تقلل من مصاريف والمشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف فيه نوع من الإيجابية وشايف فيه نوع من الانتحاس فعشان هيك ما أقول لك أنت اليوم عندك سرعة بديهة عالية بتقدر أنك أنت تتكلم وتقنع كل الأطراف بوجهة نظرك ولكن بدك تنتبه من عصبيتك وردات فعلك وطيشك وتهورك لأنه ممكن يوقعك في مشاكل ويكون نتائجها وخيمة عليك ممكن يكون فيه عندك نقاش ما بينك وبين إخوتك أو أهلك في البيت فيكون النقاش هذا فيه شوية من الحدية حاول أنك أنت تمسك عصابك بالنسبة لبيتك الرابع حاول أنك أنت ما تعمل خلافات على مستوى البيت أو اللي قاطنين معك في نفس البيت الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة في بعض الأوقات خصوصا في ساعات الظهر أو العصر ممكن أنت تختلق المشاكل أو أنك أنت تتصرف بعصبية فالأمر هذا ينحسب عليك مش ينحسب إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور ممتازة جدا عندك عاطفة قوية جدا حابب أنك أنت تبدأ بعلاقة عاطفية أو أنك أنت حاط مثلا مركز على شيء معين عاطفي حابب تعمله في الفترة القادمة اليوم هذا إيجابي أنك أنت تخطو خطوة بهذا الاتجاه ممكن مصالحة أو شيء العلاقة بموضوع قديم عاطفي حابب أنك أنت تجدد أو تفتح الباب من جديد برضو اليوم مناسب لهذا الأمر برضو مناسب للخروج والمرح والفرح وبعض الأمور اللي إحنا ما بنا نذكرها عشان أنتوا قابلين تعملوها أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور جيدة جدا عندك طاقة هائلة جدا للعمل اللي منكو بده يعمل أو يقدم لوظيفة اليوم ممتاز جدا واللي عنده عمل اليوم بثبت جدارته في عمله صحتكو ما في أي ضاغط عليها وضعها ممتاز جدا ما في أي سلبية بالنسبة لبيتك السابع فارغ من الحضوض ومن فارغ برضو من السلبية يعني بيت الشراك المالي والعاطفي ما في أي تأثيرات الوضع الطبيعي هو اللي رح يكون موجود أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت الغيبيات فأنا بحكي أنه اليوم برضو نفس الإشي فارغ ما في أي شيء بيدعمكو أو بيعركس عليكو في أي أمور العلاقة بالغيبيات والمواريث أو القروض أو السداد أما بالنسبة لبيتك التاسع برضو أنا شايف أنه برضو خالي نفس الشيء فبيعتمد على جدارتكو وسرعة بديهتكو وقدرتكو على الاتصالات والمواصلات خصوصا مع الأجانب أو السفر ولكن بدك تمسك حالك من العصبية لأنه بيتك الثالث حكينا أنه شوي في عندك نوع من أنواع العصبية موجودة ومسيطرة عليك أما بالنسبة لبيتك العاشر فعلى مستوى العمل مع الشركات الكبيرة أنت عندك قدرة على الإنجازات الهائلة تقدر تحقق كثير من الأمور خلال هذا النهار تقدر تبدأ حتى بتقديم طلبات للعمل مع الشركات الكبيرة وتحقق من خلالها كثير من الأمور الإيجابية لو وكلت إليك أعمال اليوم رح تنجزها بشكل يعني ملفت للأنظار لدرجة أنه رح يكون في نعمة ثناء أو الإطراء من زملائك بالعمل أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فعندك كثير من اللقاءات الاجتماعية خصوصا مع العائلة أو مع الأصدقاء وممكن يطلب منك الأمر مشهورة أو مشاورة في مسألة معينة فأنت اليوم تجد إلها حل أو تجد مين يقدر يساعدك في هاي المسألة حاول أنك أنت تكون إيجابي وتلب الدعوات إن وجهت إليك دعوة لحفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه صحتك إيجابية برضو وفي نفس اللحظة قادر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار عندك نشاط مفرط فأحاول أنك أنت توظفه في الاتجاه الصحيح وتكسب منه اللي بتقدر عليك برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكي أو تعويب مع هيك خففه من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي اتراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأحد بأنه يشكك بقدراتك بتنشغل بملف إداري هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط رح يكون عليك خصوصا في ساعات الظهيرة والعصر هذا رح ينكد عليك أو يعطيك طاقة سلبية أو إحباط معين أو ملل يسيطر عليك حاول أنك تكسر الحاجز هذا وما تخليه يسيطر عليك لأنه يعني ما فيه داعي أنه يصير في الأمر هذا نوع من أنواع السلبية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه إيجابي شيئا ما ولكن في ساعات الظهر ممكن يصير عندك نوع من الالتزامات أو المصاريف للزيادة ترهقك ممكن حد يطالبك بدين معين فيزعجك فحاول أنك أنت تمسك أعصابك في الرد باقي الأمور اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي ممكن يحققوا بعض الإنجازات أما بالنسبة لبيتك الثالث فكثير من الدعم موجود فيه يعني بيعزز قدرتك على التواصل والاتصالات والنشاطات مع الأشخاص ممكن تحقق من خلالها بعض الإيجابية وممكن بعض النجاحات إذا كان عندك امتحان أو سفريات أو بتروج لسلعة معينة أو عندك فكرة لمشروع معين حابب تطرحه خلال هذا النهار فهو إيجابي بالكامل علاقتك بإخوتك وجيرانك إيجابية ما في أي شيء سلبي يأثر عليك بالنسبة لوضع البيت شايف أنه شوي في نوع من أنواع النقاشات الحادة على مستوى البيت فدير بالك من نقاشات حادة أو تحتد فيها أو تعصب ممكن يكون عندك بعض الالتزامات المنزلية أو شراء بعض النواقص للبيت أو الاهتمام بدكور أو تغيير للبيت أو ممكن تفكر حتى بتغيير السكن أو تفكر في أنك تنتقل من سكن لسكن إيش بتركز على أمور البيت أما بالنسبة لأمورك العاطفية فهي ضعيفة بالحضوض يعني مش حضوض كثيرة ولكن في ساعات المساء بتتعزز وبتصير قوية جدا بيصير عندك رغبة للتجميل أو للانطلاق أو لا أمور إلها علاقة بالمرح والفرح خلال هذا اليوم فحاول أنك تستغلها بالشكل الإيجابي أما بالنسبة لبيتك السادس فوضعك الصحي إيجابي أعمالك بتقدر تسيطر عليها بشكل كامل إذا عندك حب لا تقديم لمعاملة أو لا توظيف اليوم تقدر تستغله بشكل إيجابي وتقدر أنك أنت تقدم على هذا المجال بو أنت واثق من نفسك أما بالنسبة لبيتك السابع الشراك المالي والعاطفي فأنا شايف أنه فارغ لا في حظ داعم ولا في معارضة لإلك فهو على أمر الطبيعي بالنسبة لبيتك الثامن بيت الغيبيات والمواريث والقروض برضو شايف وأنا فارغ لا فيه إشي داعم ولا إشي معاكس لإلك بالنسبة لبيتك التاسع عندك كثير من التحركات اللي إلها علاقة بالسفر أو بالأشخاص اللي خارج البلاد ممكن يكون عندك نشاطات اتصالات ممكن طلب بريد من الخارج أو مراسلات مع شركات أجنبية أو مع أشخاص خارج البلاد اللي بيفكروا بالسفر أو عندهم سفر الفترة هاي إيجابية اللي بدهم يجددوا إقامتهم أو إنهم يطالبوا بالهجرة اليوم برضو إيجابي لإلهم بدعمهم بشكل إيجابي واللي عندهم امتحانات على المستوى الجامعي اليوم رح يبدعوا ورح يقدموا امتحانات بشكل حلو وجميل جدا أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم أنت مهما تكاثرت عليك الأعمال فأنت عندك قدرة على إنجازها عندك كثير من النشاطات والتحركات ممكن على مستوى العمل بما الشركات الكبيرة ممكن نشاط مع زملائك في العمل أو رؤساك في العمل ولكن أنت اللي رح تكون متصدر هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن يكون عندك دعوة لحفلة أو مناسبة وتلبي النداء لها ممكن لقاء تعارفي أو لقاء اجتماعي أو ممكن أنه من خلال مجموعة تتعرف على أصدقاء جدد وتكون هذه صداقات مثمرة ممكن أنت تستغل بعض العلاقات هاي لمساعدتك أو لنصيحتك أو لا أخذ بيدك لا تخطي مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف أن الحضوض ما زالت بتدعمك تعطيك طاقة إيجابية بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار فحاول تستغل هذا النهار بإنجاز الإيجابية والابتعاد عن السلبية برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم العمل أو العاطفة هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر لأن القمر مقابلكم مباشرة وأكثرها تهديداً للاستقرار حاذر من الفضائح بتميل إلى فرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لأبيتك الأول أنا شايف أنه اليوم في عندك كثير من التحركات عندك كثير من النشاط نفسيتك برضو مرتاحة زي الأمس يعني يعتبر من الأيام الإيجابية بالنسبة لأيلك في عندك طاقة داخلية حابة أنك أنت تبلورها خلال هذا اليوم أما بالنسبة لأبيتك الثاني فأنا شايف عندك نوع من الحضوظ لتحصيل بعض الدعم اللي بيشتغلوا في مجال الأعمال الإضافية اليوم بكون الدعم حليفهم في هذا المكان أما بالنسبة لأبيتك الثالث فأنا شايف عندك اليوم كثير من التحركات والاتصالات والنشاط أو البحث عن مخارج معينة عندك قدرة على إيصال المعلومة المقنع في طريقة العرض أو الطرح اللي أنت بتطرحها لأي موضوع اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو عندهم سلعة معينة أو مشروع معين حابين يطرحوا اليوم برضو رح يلاقي أذان صاغية اللي عندهم امتحان برضو رح يكونوا موفقين فيه يعني على الطرقات بس بحكي لكو ديروا بالكو أثناء القيادة أما بالنسبة لأبيتك الرابع فأنا شايف أن الأمور فيها نوع من أنواع العصبية رح يتكون بين ساعات الظهر وساعات العصر حاول أنك ما تحتد وما تعصب وما تتهور في تلفظك أو ألفاظك على أساس أنه ما تخلق مشكلة على مستوى البيت مع أحد الإخوي أو الأب أو الأم أو حتى الأبناء أو الزوجي أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه عندك عاطفي موجودة ما زالت الأمور بتطور عاطفي ممكن اليوم اهتمامك بالحبيب يكون مميز عندك لقاءة عاطفية اليوم ممكن يكون في هيك حب للمرح أو الخروج عن المألوف خلال هذا اليوم ولكن دير بالك من النزوات ودير بالك من الأمور اللي يعني بصير في رغبات بعد مرات لمخالفة الشرع والقوانين دير بالك في هاي الفترة من هذه الأمور حاول أنك أنت تمسك حالك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه عندك كثير من التحركات والاتصالات على مستوى العمل ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك صحتك مستقرة ما في أي مشاكل تذكر إلا إذا إشي طفيف بتركز على شد العضل أكثر شيء أما بالنسبة لبيتك السابع فبيت الشراك المالي والعاطفي شايفه إيجابي ما في أي تخوف بالعكس اليوم تقدر تبادر في مشاركة جديدة أو توقيع عقود شراكة أو حتى الإقدام على مصالحة مع أحد الشركاء أما بالنسبة لبيتك الثامن فعندك اهتمام كثير اليوم بالفلسفة أو الدين أو الإقناع بالمواضيع السياسية أو البحث في بعض الأمور الغيبية عندك قدرة هائلة جدا على طرح كثير من الأفكار وبرضو عندك قدرة على النقاش والتحليل اللي حابب يقدم لقرض أو لتسوي معين الفترة هاي ممتازة جدا أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو بدعمك بالسفر والعلاقات مع الأجانب وناس خارج البلاد بتحاول أنك أنت تنجز بعض الأمور من خلالهم أو أنت ممكن توصي على شيء من خارج البلاد ممكن أنه خلال الفترة هاي يتحقق بشكل إيجابي ممكن توصي من خلال البريد أو تشتري شيء من خلال المواقع الإلكترونية سلعة معينة ولكن دير بالك أنه ممكن تتأخر خلال الفترة هاي بالنسبة لبيتك العاشر شايف أنا الأمور ممتازة ولكن أنه برضو ما فيها الدعم القوي بالنسبة لبيت السمعة عشان يقولتلك لا تجازف في أمور ترفيهية زيادة عن اللزوم حاول أنك أنت تمسك حالك لأنه بيت سمعتك خالي فممكن تتأثر سمعتك بأي تصرف غريب حاول ما تخالف القوانين علاقتك مع زملائك في العملك ورؤسائك بالعمل برضو ممتازة يعني فيه نوع من الود أو الروتين يعني ما فيه إيش إيجابي ولا إيش سلبي بلاش إحنا نتوهك بالساعات أما بالنسبة لبيتك 11 فرقاتك بالنسبة للصداقة والنشاط الاجتماعي على أوجها ممكن يتوجه لك دعوة أو ممكن طلب مساعدة أو شيء له علاقة ببعض الحلول أو استفسارات منك أو يعني أشياء بتطلب تعاونك مع أشخاص مقربين لا إلك البيت إيجابي وداعم لا إلك إذا توجهت لك دعوة روح ممكن يتوجه لك تكريم أو شكر أو ثناء من خلال تلبيتك للدعوة أما بالنسبة لبيتك 12 فطاقة هائلة جدا على إنجاز كثير من الأعمال بتسيطر عليك خلال الفترة هاي فحاول تستغل اليوم هذا بشكل إيجابي لأنه الفترة القادمة ممكن يكون فيها بعض المعاكسات في بيت المتاعد برج العذراء رغم تراكم العمل أنتم قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك جيدا تفادي لأي تقصير أو تأخير لا تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحباء هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول بدعمك بنفسيتك بشخصيتك عندك كثير من الطاقة اليوم حب في التغيير أو الانطلاق يعني يوم إيجابي في بيتك الأول بيت الشخصية أما بالنسبة لبيتك الثاني فبرضو شايف فيه نوع من الإيجابية بتدعمك خصوصا للي بيعملوا بعمل إضافي ممكن يحصلوا بعض الأموال وممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعم وممكن تجيكوا هدية خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف عندك كثير من الاتصالات بتحاول تقنع أطراف بوجهة نظرك بتحاول أنك تشغل طاقة داخل دماغك بالتحليل على أساس أنك توصل لمسألة معينة حاول أنك أنت توظفها بالخير وحاول أنك تبعد عن الانتقاد لأنه الانتقاد ممكن يولد مشكلة ما بينك وبين أحد المقربين إليك داخل البيت إخوة أو جيران أو أب أم ابن فحاول أنه أنت ما تنتقد خلال هاي الفترة لأنه رح تنحسب عليك رح يكون فيه عندك كثير من الاهتمامات داخل المنزل كثير من المنزل ضاغط الأمور عندك فيه كثير من المشاكل بتحاول أنك أنت تسيطر عليها ولكن أنت شوي انفعالاتك هي اللي بتخرب عليك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف العواطف عندك ضعيفة مش بالقوة الهائلة إلا بساعات المساء بتحب هيك لو تطلع تلف بالشوارع أو بالسيارة المهم أنك تكسر القواعد أو الحواجز الموجودة النفسية عندك في بيت المغامرات والترفيه فعشان هيك عندك حب للانطلاق اليوم ممكن تتصل بس من باب الواجب بحبيب على أساس أنك أنت تتواصل معه ولكن أنه عواطفك مش بأوجهة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور الصحية عندك جيدة بما اهتمامك بالأعمال هو أكثر إشي مسيطر عليه خلال الفترة هاي يا بتبحث عن عمل يا حابب أنك تقدم لأكثر من وظيفة في مجال معين الفترة هاي إيجابية إذا استغلتها بشكل إيجابي ممكن تنجز كثير من الأعمال ممكن تبحث في بعض الأمور تكون بشكل واضح مفيد لإلك أما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفية فأنت شوي يعني ما فيها الدعم القوي ولكن نحكي أنه علاقتك روتينية مع شركائك بالعمل أو شركائك بالمال بتحاول أنه أنت تعمل الواجب اللي عليك أو تعمل الأمور المطلوبة منك فقط لا غير حاول إذا في أي مشاكل بينك وبين الشريك أنك تعمل على إصلاحها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثامن فعندك كثير من الاهتمامات بالأمور الغيبية أو الأمور الفلسفية أو الدينية بتحاول أنك أنت تبحث في مسائل جديدة ممكن تدخل في كثير من النقاشات خلال يوم هذا في الأمور اللي بتتعلق بالسياسة والدين والسياة والفلسفة فهذه الأبواب كلها مفتوحة أما بالنسبة لبيتك التاسع والعاشر فما في حظ بدعمك وما فيه برضو نحس بيسيطر عليك فعشان هيك منلاقي الأمور ماشي معك في التاسع والعاشر بشكلها المعتاد يعني أمور امتحنات والسفر والاتصالات والقضايا القضائية فالأمر فارغ من الحظوظ تماما أو على مستوى علاقاتك مع الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة برضو ما فيه أي حظ بدعمك أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقاتك مع الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية هي اللي بتشتغل شغلها الشاغل فيك في الفترة فهي عندك كثير من الواجبات والالتزامات الاجتماعية أو العلاقات مع أصدقاء أو تعارف على أصدقاء جدد وممكن يساعدوك في مسألة معينة ولكن نشاطك وكله اجتماعي إذا توجهت لك دعوة ألبي النداء أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف عندك طاقة لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار حاول أنك أنت تتحرك بإيجابية وتنجز كثير منها لأنه راح تكون لصالحك بإذن الله ما فيه أي شيء بخوف بالعكس يعني أنت في مرحلة أمان تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني تتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من أكثر أيام الشهر حظا أهم شيء أنك ما تقف متفرج اسعى إلى المبادرة أجواء رومانسية ودافئة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف قارتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه على طبيعته يعني لا فيه إيجابية ولا فيه نحس موجود فيه فأنت على طبيعتك راح تكون لا أنت إيجابي ولا أنت سلبي يعني أنه الشيء اللي أنت متعود عليه أو الشيء اللي أنت طبيعتك اللي ربنا خلقك عليها هي اللي أنت راح تكون عليها بالنسبة للشخصية أما بالنسبة لبيت المال فعندك يعني شيئا ما من الحضود ولكن مش الشيء القوي جدا اللي إحنا يشجعنا على نحكي عنه أو نمدح فيه ولكن أنه حافظ أنك أنت تقلل من المصاريف اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي هم اللي ممكن يحصلوا على بعض الدعم المالي أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم في عندك كثير من الاتصالات والتحركات واللي عنده انتحان اليوم ببدأ فيه اللي عنده سفر برضو بكون لصالحه اللي عنده تنخلات وسفر واتصالات يعني بحقق فيهم نتائج ممتازة ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية قدرة إقناع عالية فعشان هيك استغل هذا اليوم بإيجابية ممكن تتواصل مع أحد الإخوة أو أحد الأقارب في حل مسألة معينة أو في نقاش موضوع معين حاول أنك أنت ما تعصب وما تفقد السيطرة على نفسك يعني الأمور بدها نوع من أنواع الحكمة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه ما في إيجابية ولكن فيه في ساعات بين الظهر والعصر في هاي الفترة بكون فيها نوع من أنواع الضغوطات فحاول أنك ما تنفعل في البيت مع أهلك في البيت أو على مستوى العائلة أو مع أحد الأبناء حاول أنك أنت تتعامل بنوع من أنواع الحكمة حاول أنه أنت برضو إذا كان في عندك بعض الالتزامات المنزلية الطارئة أو بعض الأعطال المنزلية الطارئة أنك تتعامل معها برضو بموضوعية بدون ما تتهور وتعصب وتثير المشاكل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنت اليوم عندك كثير من الاتصالات العاطفية الجوره منسي في منكم ممكن يبدأ علاقة غرامية في منكم ممكن يطور علاقة غرامية لمرحلة ما بعد ممكن يتفق هو وشريكه على الارتباط أو على خطبة أو زفاف يعني الفترة هاي برضو ممتازة جدا فيه نوع من أنواع الرغبة للانطلاق للمرح للترفيه برضو بتساعده في هاي الأمور ولكن إنه بده يكون يعني إذا فيه مشكلة بينه وبين الحبيب اليوم بقدر يعمل مصالحة أما بالنسبة لبيتك السادس فعندك كثير أعمال بتقدر تنجزها وضعك الصحي إيجابي مهما تراكم العمل عندك فعندك طاقة كبيرة لإنجازها وتحقيق المرجو منها حاول أنك أنت تستغل هذا النهار بإيجابية وإذا عندك يعني رغبة في العمل بتقدر اليوم تقدم طلب لا توظيف وممكن تعمل مقابلة أو مناقشة لأمر التوظيف ورح تكون إن شاء الله لصالحك أما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن وبيتك التاسع فهي فارغة من الحضوظ تماما وفارغة من النحس أيضا فعشان هيك على بيتك السابع شراك المالي والعاطفية وبيتك الثامن بيت القروض والدعم والنقاشات الفلسفية والدينية أو الاهتمامات بالغيبيات وبيت السفر الطويل والانتصالات مع الأجانب والامتحانات هاي كلها تعتمد على قدراتك الشخصية ما تعتمد على الحضوظ فيها حاول إنك أنت تستعدلها بشكل كامل اتجهز كل المطلوب منك من أوراق ومن مستندات وإذا بدك توقع على شيء كون يعني برضو عقلاني لا توقع على شيء أنت ما بتعرفه ولا تدين حدا ولا تستدين من حدا في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر ففي نوع من أنواع النحوسات تضغطك في مكان العمل ممكن مع أحد الزملاء في العمل أو مع مسؤولك في العمل حاول إنك أنت تمسك أعصابك وما تتهور وما تندفع ممكن يتراكم عندك العمل أو يكون العمل كبير ما تشتكي وما تذمر أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يكون في عندك نوع من أنواع التواصل مع أصدقاء أو دعوة أو مناسبة معينة يتم دعوتك إلها ممكن أنت تستعين بأحد الأصدقاء لفك كربي معينة أو مشكلة معينة فاليوم هذا مناسب وإذا وجهت لك دعوة فلبي دعوتك هاي ممكن يجيك هدية أو نوع من أنواع التكريم أو المديح خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فأنا شايف أنه في قوة يعني دعمتك ما تخاف من حد ما تخشى أي شيء بالعكس يعني حاول أنك أنت تكون واثق من نفسك ومن قدراتك اليوم عندك نشاط كامل بتقدر تنجز أي عمل يوكل إلك بكل سهولة مهما كثرت هاي الأمور أنت عندك قدراء على تحقيقها وإنجازها برج العقرب بتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما اتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجهم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارجتك الشخصية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول معني ما فيه أي شيء يذكر لا إيجابية ولا سلبية بالعكس الأمور خالية تماما فأنت يعني بمعنى آخر نفسيتك اليوم على طبيعتها إذا كنت مرح فهي بتدلع المرح وإذا كنت نكد فأنت اليوم نكد فحاول أنك أنت تتعامل على طبيعتك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس أنه أنت تطلع من الضغوطات أو تضغط حالك بالزيادة فممكن أنه تصير سلبية أما بالنسبة لبيتك الثاني فما في أي حضوضة بتدعمك بالنحية المالية خلال هذا اليوم واللي بيعملوا ممكن يحصلوا على عمل إضافي ما منحكي أنه والله الرغبة راح تكون قوية جدا على أساس أنه يكون فيه إنجازات خلال هذا نهار ما راح يكون لأنه يعني أو بكون ضعيف جدا على حسب طالعك ما حاول أنك أنت تقلل من المصاريف حاول أنه اللي بيشتغلوا في المجال العمل الإضافي أنهم يستغلوا النهار هذا بما أنه خالي من النحوسات يكون فيه لهم عوائد مادية ولكن قللوا من النفقات أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم فيه تحركات واتصالات اللي عنده امتحان بنجح فيه واللي عنده رحلة أو سفرة اليوم بتكون ممتازة جدا اللي عندهم أمور إلها علاقة بتسويق أو ترويج لسلعة معينة أو بدهم يقنعوا أشخاص بفكرة معينة برضو اليوم مناسب جدا وإذا عندك مقابلة رح تبدع فيها أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت هي اللي ظاهرة على الساحة اليوم عندك كثير نشطات العلاقة في البيت في نوع من أنواع التصالح أو التسامح ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن يكون فيه لقاء ودي ما بينك وبين أخ أو بينك وبين أب أو أم أو يعني أفراد العائلة أو ابن تكون يا أم مصالحة يا أما يكون العمر هذا فيه إلو شيء إلو علاقة بالدعم أو بحل مشكلة معينة ممكن يكون عندك نواقص للبيت تهتم اليوم في جلبها أو في بعض الصيانة أو الترتيب للبيت لبعض الأشياء العاطلة أو شراء بعض الأجهزة الإلكترونية ولكن بدك تتفقدها وتتفقد أوراقها وكفالتها أما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم عندك كثير نشاطات عاطفية واتصالات عاطفية أو اهتمام عاطفي ممكن منكم ناس تبدأ بعلاقة عاطفية في خلال هذه الأيام وممكن أن يصير فيه خطبة أو زفاف في خلال هذه الأيام أو الاتفاق عليها حاول أنك أنت تنطلق بهذا اليوم ولكن دير بالك من النزوات ودير بالك من أنه أنت تنجرف وراء نزواتك حاول أنك تسيطر على نفسك أما بالنسبة لبيتك السادس فصحتك منيحة منقدر نقول أنه اليوم عندك كثير من التحركات والأعمال تقدر اليوم تقدم على وظيفة أو طلب وظيفة أو تعيين أو مقابلة أو حل بعض المشاكل بالعمل ممكن أنك تبتكر شيء معين أو تحل كثير من المتطلبات عليك خصوصا من الأعمال المتراكمة أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة وبيت الديون والقروض يعني شايفهم فارغات ما في أي شيء بدل على دعم الحظ فيهم يعني شايف أنه الأمور فيها نوع من أنواع الركود يعني ما رح يكون في أي شيء على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وبرضو اليوم لو سعيت في أمر العلاقة بالقرض أو هذا ما بنصح فيه لأنه اليوم خالي من الحضود تماما أحاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك فقط أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم فيه منكو ناس رح تفكر بالسفر أو بالترحال أو بالتنقل أو اللي عنده امتحان بيبدع فيه اللي عنده قضية قضائية بتكون يعني تجاه القضية لصالحه اللي بيكون عنده مناقشة في رسالة معينة برضو بتكون ممتازة جدا على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات دعمة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه إيجابي وشيئا ما مش بشكل كبير على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة والمهمة على مستوى زملاء العمل على مستوى مسؤولين عنك بالعمل يعني يادر تسيطر على الأمور بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة أو لقاء معين فيكون فيه نوع من أنواع التعاون أو صداقة جديدة أنت بتدخل فيها أو معرفة جديدة وبكون فيه لك مصلحة فيها من خلالها بتقدر تحقق بعض الأمور وممكن أنت تطلب المساعدة أو المساندة في حل مسألة معينة يتم مساندتك ممكن يتوجه لك دعوة لحفلة أو مناسبة معينة يتم الإشارة لك بأنك أنت الأبرز بين الحضور وممكن يتم تكريمك في مناسبة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه فيه طاقة كبيرة بتدعمك اللي تقدر تنجز أعمالك وتتحرك وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك برضو لأنه ما فيه أي أمور سلبية ضاغطة على هذا البيت فعشان هيك بنحكي يوم إجمالا بالأغلبية يعني نعطيه 60% من الإيجابية برج القوس برج القوس بتنشطوا في السفر والاتصالات واللقاءات يكون لديكم تعامل مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر وتصرف لكن سيطر على انفعلاتك بتضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول هو فارغ من الحضوض تماما ما فيه أي حضوض فيه فأنت نفسيتك على طبيعتها بتتعامل على حسب طبيعتك ما فيه أي شيء يضغطك خلال هذا النهار ولكن أنه حاول أنك أنت تطلع من الجو السلبي وتتعامل بطريقة من اللين في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع الحضوض على مستوى الأعمال الإضافية أو الدعم المادي ممكن يجيك هدية ممكن اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي اليوم يجيهم نوع من التكريم أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف فعلا اليوم عندك كثير من النشاطات والاتصالات واللقاءات وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل مع أحد الإخوة أو أحد أفراد العائلة بدعمك هذا بشكل ممتاز ممكن يكون عندك نوع من أنواع النقاش حول سلعة معينة أو مشروع معين فاليوم تحقق بعض الإيجابيات بكل سهولة استغل هذا اليوم بشكل ممتاز وخصوصا إذا كان عندك امتحان فاليوم رح تبدع فيه أما البيتك الرابع فأقول لك أنه فيه شيء على مستوى البيت فيه نوع من أنواع المساندة من أب أو أخ أو أم ممكن يساندوك بمسألة معينة أو بحل قضية معينة أو مشكلة معينة فالأمر رح يكون فيه دعم ممتاز وممكن يصير فيه اهتمام لتغيير بيت أو شراء بيت جديد أو نوع من أنواع التزبيطات أو التحسينات على البيت هذا وممكن برضو يكون شراء بعض النواقص أو التصليحات للمنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف بيت العاطفي ضعيف جدا فحاول أنك أنت تمسك عصابك خلال هذا النهار وتتعامل بلطف حاول أنك توازل ما بين العقل وما بين العواطف خلال هذا النهار على أساس أنه أنت ما يدخل أي سلبي من خلال هذا البيت فتنحسب عليك لا تعتمد على الحضوض معناته في كثير من المسائل أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم في عندك نشاط بالعمل عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة للا إلك حاول أنك أنت تنجزها وحاول أنك ما تخليها تتراكم عندك استغل الفرص ممكن تقدم لوظيفة أو لمشروع معين وممكن أنه يكون بحالفك الحظ في صحتك إيجابية شيئا ما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية شايف أن الوضع إيجابي بدعمك بشكل إيجابي وممكن يساندك أحد الشركاء في مسألة معينة وممكن تطرح فركة مشروع أو فكرة لعمل جديد أو لتطوير معين فبيكون برضو لصالحك أما مواضيع المصالحات بالشراكة ممكن يتم خلال اليوم هذا أي نوع من أنواع المصالحات مع شريك المال أو العاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف لغاية ساعات العصر بتقدر إذا أنت حاب تقدم لقرض أو لمساعدة معينة أو طلب المساعدة من شيء معين فاليوم إيجابي جدا ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات للأمور الغيبية أو الأمور المغيبة عنك تبحث عنها وعن أسرارها وفصلها وأصلها ممكن أنت يكون عندك بعض الأوراق القانونية حابب أنك تنجزها فاليوم مناسب جدا ولكن في ساعات المساء دير بالك من أنك تحتد في نقاش معين فأنت ثور ثورة عارمة وينحسب الأمر عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع فما في حظ يعني كثير فلا تعتمد على الحظ أثناء تنقلاتك واتصالاتك وسفرياتك خصوصا الخارجية وحاول أنه أنت تكون ملتزم الهدوء خلال هذه الأيام بدون انفعالات وبدون تهور وما تعتمد على الحظوظ لا في السفر ولا في الامتحانات لأنه ما في إيجابية بتدعمك وما في حظوظة بتدعمك فممكن أنه يكون الأمر في نوع من أنواع صعوبة اعتمد واستعد بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فأعمالك أنت بتقدر تنجزها بشكل إيجابي تعاملك مع مسؤولينك في العمل أو زملائك في العمل جيد جدا وممكن اليوم أنت ينضغط عليك شوي بمشروع أو بأعمال توكل لإلك على أساس إنجازها فأنا شايف أنه عندك القدرة على إنجازها بدون أي معارضة أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوي أو لحفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو تعارف على صديق جديد وتكون هاي علاقة مميزة ومثمرة جدا يكون في نوع من أنواع اللي هي التعامل المشترك ما بينكم فممكن أنت تميل عليه بطلب معين فهو يلبي لك الطلب هذا ويساعدك في كثير من الأمور وممكن العكس يصير برضو أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه في طاقة كبيرة عندك للتحرك نفسيتك أحسن عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال ولكن بدك تمسك حالك من العصبية زي ما حكينا بالنسبة للأمان فأنت آمن الفترة هاي حتى لو حدا بده يكيد لك فكيده في نحره ما رح يقدر يحصل على أي شيء مرج الجدي تم فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين وتورط في مشاريع مشبوهة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف قارتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول اليوم مش زي يوم أمس اليوم يعني شوي أنت بدك تشحن حالك بالطاقة أنت اللي بدك تجهز نفسيتك لهذا اليوم لتكسب منه قدر ممكن من الإيجابيات فعشان هيك حاول أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا بقول اليوم فعليا في فرص لمكسب مالي من عمل إضافي أو هدية أو تكريم معين في نوع من أنواع الدعم موجودة على الساحة يعني حاول أنه فعليا أنك أنت تخفف من النفقات قدر المستطاع ممكن إنجاز أو مناقشة أمر معين يتعلق في المال أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف برضو الحضوض بتدعمك أنت عندك قدرة إقناع عالية جدا اليوم تقدر تستغلها في كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالامتحانات فبتقدر تنجز وتحقق أشياء كثير مهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه خالي من الحضوض ولكن بدك تدير بالك من أي نقاش ممكن يصير مع أحد الأبناء تحتد فيه حاول أنك أنت تتعامل بلين ممكن يصير في نوع من النقاشات مع أخ أو مع أحد أفراد العائلة حاول أنك تكون عقلاني في طريقة الحل ممكن يصير بعض الأعطال المنزلية أو بعض الأمور المنزلية تكون بحاجة للرعاية والاهتمام أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه الحظ بدعمك عاطفيا وبرضو شوي بيشتغل على الأمور المالية فممكن أنه اليوم تحقق بعض الإنجازات ويكون عندك كثير من التنقلات الترفيهية وممكن أنك أنت توصل لشيء يعني ما كنت تتخيله في الأيام الماضية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه مهما تراكم العمل عندك فأنت عندك قدرة على إنجازه وضعك الصحي جيد لا بأس عليه ما في أي مشاكل تذكر إنها مثلا تكون لود أو إشي متعب أو مرهق بالنسبة لك بالعكس أنت عندك قدرة أنك تتحمل أكثر من هيك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه الحظوظة بتدعمك على مستوى الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك حاول تستغل هذا النهار وإذا عندك مشروع أو فكرة معينة بتقدر اليوم أنت تنجزها أو تناقش فيها وتحصل على دعم منها ممكن يكون عندك برضو إذا أنت حابب أنك تقدم لوظيفة فاليوم برضو مناسب لهذا الأمر أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم هو فارغ من طلب القروض أو الديون أو طلب المساعدة من بنوك أو من مؤسسات حكومية حاول أنه أنت تعتمد على جدارتك أو قدرتك في التعامل مع الدوائر الحكومية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه إيجابي عندك كثير من الاتصالات والتنقلات والعلاقة مع أشخاص في دول أجنبية ممكن اتصالات لمساعدة أو لمشروع أو لخطة استراد وتصدير أو لموضوع قضائي ممكن أنت لو كان عندك أمر إلو علاقة في القضاء أو في الامتحانات فأنت رح تنجز إنجاز جميل في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم الأعمال مع المؤسسات الكبيرة برضو أنت قادر تسيطر عليه وقدر أنك أنت تحقق فيه إنجازات حلوة فعشان هيك تعامل اليوم بموضوعية وحاول أنك أنت تستغل هذا النهار بكل إيجابية علاقتك مع زملائك في العمل ومع رؤسائك في العمل ممتازة جدا أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه الأمور إيجابية لسه علاقات الصداقة ظاهر على الساحة ممكن يتوجه لك دعوة أو لقاء مع صديق معين أو محاولة مساعدة من صديق لا إلك أو أنت تساعد صديق معين فاليوم فيه نوع من أنواع التعامل المشترك فعشان هيك اليوم تقدر أنك أنت تتحرك بطاقة عالية جدا إذا توجهت لك دعوة لبي الدعوة هاي لأنه بتساعدك في كثير من الأمور أنت بحاجتها بالفترة هاي وممكن أنه أنت تحقق من خلالها أمور ممتازة وتنفعك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه في بعض الإيجابية بتدعمك صحيا وجسديا وذهنيا بتساعدك على إنجاز وتحقيق كثير من الأمور خلال هذا النهار برج الدلو أنتم ممتلئون بالنشاط والحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن يتسلط عليك الضوء على قدراتك وممكن تنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول اليوم أنت زي العمس وممكن أحسن شوي طاقتك عالي اهتمامك بنفسك عالي عندك ثقة كاملة بشخصيتك وبنفسك فممكن اليوم أنت تتحرك بكل ثقة أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور المالية هي اللي ظاهرة خلال هذا النهار ممكن يكون فيه نوع من أنواع الدعم أو نوع من المسائل المالية تنحل خلال هذا النهار ممكن يكون فيه نوع من أنواع المطالبات المالية وتكون لصالحك واللي بيشتغلوا بالعمل الإضافي هم اللي رح يكونوا متميزين خلال هذا النهار فعشان هيك حاول أنك تستغل هذا النهار من ناحية مادية وإذا كان فيه نوع من أنواع الالتزامات عليك بتقدر تجدولها وترتبها بكل سهولة أما بالنسبة لبيتك الثالث فكثير من التنقلات والاتصالات ممكن تكون عندك خلال هذا النهار معظمها رح يكون إيجابي واللي عنده امتحان رح يحقق إنجاز حلو أما إذا كان عندك نقاش أو مناقشة في مسألة معينة ممكن إنه يكون إقناعك سهل جدا لدرجة إنه تفاجئ الناس اللي حواليك بقدرة الإقناع اللي أنت بتمتلكها وسرعة البديهة العالية جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فمع الثالث بقولك إنه في كثير من التعامل مع إخوة أو مع جيران خلال هذا النهار دير بالك بس من العصبية وممكن تطرح موضوع معين إيساندك في أحد الإخوة أو أحد أفراد العيلة يعني أو أفراد الأسرة ممكن برضو يكون في نوع من أنواع الإيجابية ولكن برضو بقولك دير بالك من العصبية ممكن يكون عندك بعض المتطلبات المنزلية أو بعض الشراء الأغراض المنزلية أو بعض التصليحات أو الترميمات في منكم ممكن يفكر بتصليحات أو ترميمات للمنزل أو شراء نواقص للبيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف إنه الحظ بدعمك عاطفيا في كثير عندك من التحركات وبرضو من النزوات ممكن خلال النهار هذا أنك أنت تنطلق باتجاهها ولكن عندك تدير بالك تحذر منها حاول أنك أنت ما تندفع أمورك العاطفية جيدة ممكن اليوم يصير في مصالحة أو اتفاق على خطبة أو زواج أو تقريب علاقة معينة أو تطوير علاقة لمرحلة الحب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف إنه كثير من الأعمال اليوم موكلي إلك ما شيء الحظوظ بتدعمك ولكن ممكن تكون متراكمي قليلا عليك حاول إنك تنجزها وما تخليها تتراكم بزيادة وضعك الصحي يجيبي جدا أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف إنه في نوع من أنواع الأمور اللي دعميتك على مستوى الشراك المالية والعاطفية ولكن إنه هذا الدعم بحاجة لنشاطك أنت لتحقيقه فعشان هيك اليوم ممكن أنت تقترح مشروع معين أو فكرة معينة ويكون إلها صدى عند الطرف الثاني وتحقق من خلالها إنجازات أما بالنسبة لبيتك الثامن إذا أنت بتسعى لقرض أو لدين معين فهذا اليوم إيجابي جدا إذا عندك أنت ديون وحب تطالب فيهم دين أشخاص وحب تطالبهم برضو اليوم لصالحك وممكن برضو تحصل من هاي الفلوس لو جزء بسيط إذا كان عندك بعض المعاملات القانونية فما في داعي للمخالفة القوانين بدك تكون حذر جدا أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي بفكر بسفر أو عنده معاملة سفر أو هجرة أو أمر العلاقة بالامتحانات فهو يوم إيجابي وبتقدر أنت تعتمد على الحضوظ اللي بتدعمك في هذا الباب أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ تماما عشان يكمل لك بدك تتعامل بلين وبحذر مع زملائك في العمل ومع رؤسائك في العمل ما في داعي للإنفعال ولا أنك تتلكأ ولا أنك تقصر بأعمالك عشان ما تتسجل عليك نقاط سلبية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم أكثر من مبارح في رغبة لا علاقات اجتماعية أو معرفة صداقة أو علاقة بصداقة جديدة أو صداقة قديمة إليك فترة ما توصلت معها اليوم تظهر على الساحة ممكن يصير في نوع من أنواع التعاون أو دعوتك لا مناسبة معينة وتم تكريمك فيها أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أن الحظ بدعمك على إنجاز كثير من أعمالك وممكن أن تتخلص كثير من الأشغال والأعمال الموكلة لإلك صحتك ممتازة والوضع الطاقي دعمك بشكل إيجابي جدا لو عندك رغبة للتقديم لعمل فاليوم مناسب جدا أنك أنت تقدم للعمل بدون تهور وبدون ما أنت تكون حاسس بأنك أنت راح تفشل برج الحوت بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم أولويات العمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ بتخلص من عاداتك القديمة وإن شغل فقط بالمسائل الروتينية احذر التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك القمر بحكي لك لأنه موجود في بيت متعبك أما بالنسبة لخارتك الفلكية فأنا شايف البيت الأول بالعكس بدعم نفسيتك اليوم أكثر عندك طاقة إيجابية عالية جدا عندك حب للظهور ثقتك بنفسك عالية جدا حابب أنك تتحرك وتتخلص من كثير من الأمور اللي كانت مقيديتك خلال الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أن الأمور المالية بتلعب دور كبير خلال هذا النهار وخصوصا أمور الفوترة أو سداد الديون أو ترتيب جداول سداد الديون أو الالتزامات ممكن يجيك بعض المال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه في كثير من التحركات والاتصالات خلال هذا النهار ممكن تكون مثمرة ومنتجة وتكون لصالحك حاول اللي عنده امتحان أنه اليوم ينجزه وما يخاف من أي شيء لأنه الحظ حليفه واللي عنده نقاش أو مسألة أو فكرة حاب يطرحها فاليوم مناسب لطرحها بكل ثقاء وجراءة أما بالنسبة لعلاقتك بالإخوة والجيران والأب والأم فهي شوي في نوع من أنواع الضغوط ممكن أنه مناقشة مسألة معينة أو فكرة معينة أو حل مشكلة معينة ولكن بالنسبة لك أنت بأمان ممكن يسمعوا فكرتك وتكون فكرتك في مكانها المناسب صحيح أنه بيتك الخامس شوي بيعمل نوع من أنواع الصعوبة في التفاهم مع أحد الأبناء ولكن هذا ما بيخلق مشاكل يكون من بعدها قطيعة فممكن أنت تتواصل معهم ولكن بلين أمورك العاطفية مش بأوجها يعني في بصيص خفيف جدا بعض الأشخاص من برج الحوت اللي طوالعهم ممكن تدعمهم في النقطة هاي يكون عندهم نشاط عاطفي أما على الأغلب أنه عاطفيا اليوم مش اليوم المثالي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال حابب أنك أنت تنجزها وتتخلص من بعض التراكمات اللي موجودة فاليوم تقدر تنجزها وبأريحية كمان صحيا أمورك أحسن وممكن أنه يكون اليوم عندك كثير من الأشياء أو الاهتمامات بالصحة عن طريق الأعشاب أو الفيتامينات أو بعض الأشياء المكملات الغذائية أو الخلطات العشبية تساعدك في هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه داعم بشكل إيجابي للمصالحات وللشراكات وللأمور العاطفية بالشراكة العاطفية فممكن اليوم لو كان في خلاف ما بينك وبين حبيبك ممكن اليوم تتصالح انت وياه وممكن لو كان في نوع من أنواع الضغوط على مستوى الشراكة اليوم تقدر تحط إلها حلول وتنهيها لو كان في توقيع عقد واتقع على العقد بعد دراسته ومراجعته بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الثامن فاللي بفكر بقرض أو أمور إلها علاقة بالأمور البنكية أو التعويضات فاليوم مناسب أنه يتحرك بهذا الاتجاه في عندكو اهتمام بالغيبيات ودراسة بعض الأمور الفلسفية أو الأمور التاريخية بتلفت انتباهك بشكل كامل أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه خالي من الحضوظ تماما فعشان هيك إذا عندك سفر بعيد أو امتحانات أو أمور إلها علاقة بالقضاء أو أمور إلها علاقة بالاستراد والتصدير فما تعتمد على الحظ بالعكس بدك تعتمد على جهدك الشخصي أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه أمورك في العمل برضو نفس الشيء يجب أنك تهتم في عملك وتنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار وما تدخل بأي نقاشات لا مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل وما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف عندك اليوم إما علاقة جديدة بصداقة أو ممكن أنه هاي الصداقة تكون قديمة ولكن هنا ظهرت فجأة على الساحة أو يتم دعوتك من قبل صديق أو مناسبة معينة أو حفلة معينة ويتم تكريمك أو مدحك في هذا المكان لأنه أنت راح تكون ظاهر كالنجم في هذه المناسبات أما بالنسبة لبيتك 12 فعندك طاقة كبيرة اليوم أنك تنجز كثير من الأعمال وكثير من الأمور خصوصا إذا كانت الأعمال كثيرة أو الكل بشعر أنها عبع ولكن أنت عندك قدرة على إنجازها بدون أي تلك صحتك ممتازة وظهرك آمن وما تخاف من مكر أي شخص أنه يمكر لك في خلال هذه الأيام لأنه كيده في نحره بإذن الله تعالى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أن توقعوا في رعاية الله وحفظه